مرحبا بتمنى تكونوا بخير اليوم رح نحضر سوا حلو شتوي بدفة كتير طيب وبمكونا ان اتنان بس رح نحضر اطيب كاسة تحلاية بدفة بالشتوية وطعمها عن جد كتير لذيذ بتاعوا نشوف سوا كيف رح نحضر الشعيرية بالحليب بابسط طريقة اول خطوة بدي حوالي المعلقة تاني كبار من الزيت النباتة او الزبدة حسب المتوفر عندكن ورح نزل فوقها نص كوب من الشعيرية الشعيرية اللي بنستعملها لنفلفل فيها الرز رح ناخد منها نص كوب ورحقلبها على نار متوسطة لحد ما تاخد اللون الدهبة المميز ما تحرقوا الشعيرية لحتى تضل عطيتنا لون حلو متل ما شفتوها باول الفيديو من بعد ما اخدت اللون الدهبة بهيدا الشكل وصار لونة كتير حلو رح استمر بالتقليب وطبعا بس نلاقيها بهيدا اللون منخفف شوي النار ورح نزل عليها 2 كوب من الحليب السائل والكمية فيكن اضعفوها قد ما انتو بتحبو بتضعفو كل المكونات من بعد ما نزلت 2 كوب من الحليب رح نزل عليهم نص كوب من السكر بتعطيها حلاوة زيادة شوي عن الزوم النص كوب فيكن اتقللو كمية السكر او تكتروها حسب ما انتو بتحبو درجة الحلاوة بس انا حلاتها زيادة شوي بتطلعت اطيب واطيب رح استمر بالتقليب من الوقت للتاني لحتى لاحظ انه بلش عندي الحليب يغلي وكمان الشعيرية بلشت عندي تستوي طبعا الشعيرية ما بتاخد وقت كتير لتستوي متل ما ملاحظين عم يغلو عندي بهيدا الشكل والشعيرية بلشت تبين عندي انه استويت رح نزل فوق معلقة واحدة من النشاة الدرة هيدا المعلقة من النشاة تعطينا قوام كريمي وبنفس الوقت ما رح تجمدها متل المهلبية بس نصبها وتبرد بس رح تعطيها قوام كريمي ورح تسميكها ندفي صغيرة رح استمر بالتقريب بشكل مستمر بالشريط لحتى اتأكد انه كل النشاة ديب وما عمل لأي تكتلات متل ما ملاحظين هلأ صار عندي القوام كريمي بس اتأكد انه عم يغلو بهيدا الشكل رح خفف النار ورح نزل فعون معلقة كبيرة من المزهر او المورد حسب المتوفر عندكن او فيكو تضيفه رشة فانيليا اذا مش متوفر المزهر وهيكي بيكون التحليه صارت عنا جاهزة انها تتقدم طبعا قطيب شي تتقدم سخنة بهيدا البرد وفيكن تتقدموها فاترة شوي او حتى باردة حسب ما انتو بتحبو بس هي كتير طيبة بالشتوية تتقدم سخنة بتدفي وبتشبع وبنفس الوقت كتير لزيزة ريحتها بتشاهي ريحت المزهر تلت البات اضمنها بتفتح النفس وبتشاهي متل ما شايفين سكبتها بالكيسات تقديم وهلأ صارت جاهزة انها تتقدم فيكن تقدموها بهيدا الشكل حبيت زينها برشة بسيطة من الفستو الحلب المبروش طبعا هيدا الخطوة اختيارية فيكن تستغنوا عنها اذا عندكن اي نوع مكسرة تاني فيكن تزينوها واذا لا فيكن تقدموها بدون اي زينة على الوجه ومتل ما شايفين اسرع تحلاية بمكونان اتنان بس يلي هن الحليب والشعيرية عملنا قطيب تحلاية شتوية صراحة كتير طيبة كانت وبتدفة وبنفس الوقت بتشبع وطعمها عن جد لزيز جدا بتمنى تجربوها تعطوني رأيكم فيها بكمنت تحت الفيديو واي اقتراحات لأي وصفة جديدة خبروني عنا بكمنت وانا بدي اقلكن الف صحبتين